موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام ها نحن وإياكم مع حلقة جديدة من برنامجكم صور من الحياة اليوم رح نتكلم عن موضوع ضرب الأطفال ونشوف شنو من أثر رح يترك على الفرز والمجتمع وسنضع الصور المأخوذة من الواقع في تحليل الشرعي والعرفي والعلم خلي نشوف موسيقى لا أمي لا أمي أخلي معي ما سوي لأ أمي أخلي لي لا أمي ما أخلي ما أخلي ما أخلي لا ما أخلي سوء بالخاطر اروح ماما عزمي لا افضل الحاطر روح ماما عزمي لا افضل والله ما علي مازل اوفع راح يروح من ايذك الولد مش فيك الجد وحبيبي جدو شو ما شوف جدو شو ما شوف لا حبيبي الحمد لله على سلامتك جدو شو ما قد أشوف لا 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 جدو هس تقوم شوف إن شاء الله يعني بعد ما أشوف شو ما قام فامل ولا أشوف اسمهما على قبرها ولا أشوف صوتها بالبيت يا جدو بعد ما أشوف المواقب والأزياد جدو أخذني إمام الحسين أريد أحكوية جدو هو هنا الإمام الحسين جدو أحكوية مننا يا إمامي يا حسين أنت ما تنشل تضرب والدك مستحيل لأن أنت حباب أنت من أزورك أرتاح الكرصة أمي تقول لي يما كنا نعوفك بس الحسين ما يعوفك يا حسين قل للرب العالمين يخلي الآباء ما يضربون الأطفال عليك ابنك عبد الله رضي أخوتي أخواتي شفنا وياكم هذا المشهد اللي عرض إلنا صورة واحدة من صور ظلم الأطفال أو خلي نقول صور ضرب الأطفال وهذه الصورة هي صورة مقززة لأن الصفعة اللي مضربها الطفل راح تترك عليها أثر نفسي منها إلى أن يكبر وحتى ممكن تتحولها إلى إنسان قاسي إنسان عصبي وإنسان حاسد وحاقد على مجتمعه وعلى بيئته تدرون ضرب الأطفال على الوجه راح يقتل من 300 إلى 400 خلية عصبية في الدماغ ممكن تتحولها إلى معوق لا سامح الله تعالى بل ويترك أثر نفسي قد يحول الأب أو الأم إلى أعداء في نفس هذا الطفل وصيه إلى الآباء والأمهات بدل أن تضرب ابنك راجدي أو تلاق استخدم وسيلة ثانية لتربية الأبن مثل النصيحة نتناول هكذا موضوع موضوع نفسي اجتماعي يخص شريحة مهمة من شراح المجتمع ألا وهي شريحة الأطفال الموضوع اللي جنابكم الكريم تناولته ولا بد من العروج عليه ألا وهو عملية تعنيف الأطفال ولماذا تعنيف الأطفال وما هي الأسباب في ذلك نوجدها في عدة نقاط بدءا لا بد أن نعرج إلى مفهوم تعنيف الأطفال أو مفهوم العنف عموما فيما يخص موضوعنا اليوم هو تعنيف الأطفال العنف هو كل أذى جسدي أو نفسي رمزي كانة أو مادي مباشر أو غير مباشر فيه أذى للآخر والآخر هنا هو الطفل إذن من حيث التعريف نلاحظ أنه أي أذى على الطفل سواء كان هذا الأذى بالضرب بمعنى مباشر إيقاع الأذى الجسدي عليه أو قد يكون أحيانا العنف رمزيا بمعنى ماذا لغة الجسد عند الأب أو الأم تكون بالزجر أو ببعض الملامح الوجه التي تدلل على العنف وهذا ما نطلق عليه بالعنف الرمزي ما السبب الذي يدعو الأب أو أولياء الأمور إلى عملية تعذيب أو تعنيف أطفاله من هذه نبدأ بنظرية التحليل النفسي التي أشارت إلى أن أصل العنف هو حدوث إحباط بمعنى لا يحدث عنف إلا وجود إحباط والإحباط هو مؤدي إلى حصول العنف الإحباط من ماذا يأتي؟ الإحباط يأتي عندما لا تتحقق حاجة معينة عند الفرد أو تتنازع أكثر من حاجة معينة عند الفرد وبالتالي يفشل في تحقيق هذا المبغى فيحصل لديه إحباط زينا نحن بالأسرة أولياء الأمور كيف تحصل عدهم؟ كيف يحصل الإحباط؟ يحصل الإحباط عندهم عندما يبغون حاجة معينة من أبنائهم ولا تتحقق أو قد يحصل من بعض الأبناء بعض السلوكيات التي لا تتناسب مع ما يبتغيه الأب أو الأم وبالتالي تتولد عند حالة إحباط فيقوم بسلوك أو تعنيف لهذا الطفل سوى أيضا أقول سوى هذا التعنيف يكون مادي أو رمسي هذه رؤية رؤية التحليل النفسي هكذا ترى ولها عدة مسيميات بالمناسبة تحليل نفس ترى بأن العدوان هو غريز عند الفرد أساسي عند الفرد لا بد أن يحصل وأيضا لدينا شواهد دينية يعني عملية قابيل وهابيل عملية قتل الأخ لأخيه هي دلالة على عنف وهو أول ما بدأ بالبشرية هذه الحالة أيضا هناك نظرية أشارت على أن أصل العنف أو حدوثه هو ماذا؟ هو أن هناك خلل بالتوازن العلمي عند الفرد يعني شنو خلل بالتوازن العلمي؟ يعني بمعنى أنا عندما أقدم جهدا أحتاج بذلك خدمة منك تتناسب مع الجهد الذي أعطيته فإذا حصل خلل ما بين الجهد الذي أبذره والخدمة التي تقدمها لي لا تتناسب أحدهمها لأخرى ممكن أن يتولد بذلك العنف زينا سرحة تقول لهذه النظرية كيف ترهمي الأولياء لأمور بالعائلة؟ سنطبق عندما الأب أو الأم يحتاج قمون بخدمة لأبنائهم وطبيعة الحال الأب والأم هم مفانين حياتهم لأجل أبنائهم إذن تقديم خدمات عديدة هذه الخدمة لابد أن تتناسب مع من؟ مع من لاحظ لابد أن يكون الجهد الذي ينطين طفل وفق ذلك مناسب لهذه الخدمة فعندما يكون هناك خلل بالجهد عند الأبناء يصير عملية خلل بالتوازن العلمي التي هذه النظرية العشارة نظرية التوازن الاجتماعي فمن يحصل هذا الخلل يؤدي إلى العنف قد يتساءل سأل هل هناك موجب عقلي أو منطقي أو قانوني لعملية ضرب الأطفال؟ حقيقة القوانين المدنية في دول العالم وقد ما حصل في بلدنا والشرق العرب عموما معه هذه القانون السنو الغرب بأن للطفل له حق الشكوى في مركز الشرطة على أبي أو أحد أفراد أسرته إذا تعرض الاعتداء وبالتالي هناك حق للطفل في الردع الآخرين من إيقاع الأذى عليه وهذه موجودة كل دول العالم الغربي لكن العالم عموما الشرقي ما وصلت إلى هذه المسألة هناك أيضا ما نطلق عليه شرطة الأطفال ليس هناك مسوّغ عقلي لضرب الأطفال لأن وفق المفهوم الإسلامي وفق المفهوم الإنساني وفق المفهوم العلمي ثلاث هذه المفاهيم تجتمع على مشترك واحد مهم وهو على أن لكل مشكلة حل وأساس الحل هو العقل والعقل قادر على إيجاد الحل لكل المشاكل فعندما يعجز الحل عند العقل يلجأ الفرد إلى القوة وهذا ما أثبتت كثير من التجارب فشله إذن المسوّغ العقلي يقول لا بد من استخدام المنطق في حل المشكلة ومع أبناني إذا حصل نتحدث بصورة عامة مع أبناني إذا حصلت مشكلة من أحدهم قد يكون العناد وقد يكون كسر حاجة معينة وقد لم يحقق لي مطلبا أنا كأب أي مسلك أسلك علي أن أفهم أن هذا الطفل له كيانة وله نفسيته وله شخصيته حاله حالي مع فرق العمر لكن هناك تركيب للشخصية عنده لا بد أن يكون حديثي معه وفق إدراكه وليس وفق إدراكي بمعنى أنزل مستوى العقل إلى مستوى ومفرداتي تكون تتناسب مع مفردات لا أن تقي مفردات نخبة ومفردات تتناسب مع عقلي لا مع عقل هذا المستوى من النضج عند الطفل وبالتالي أحقق عملية التوازن والمناقشة العلمية بيني وبين ابني نأتي للجانب القانوني صراحة الجانب القانوني هو ضد عملية ضرب الأطفال أو عموما ضد عملية أي عنف يقع سوى كان على الطفل أو على الزوجة أو على أي شخص آخر أو على المرأة هو ضد هذه المسألة وفق القوانين الوضعية أو القوانين الإلهية كلهما يتفقون على هذا الجانب قد نجد بالمناسبة قد يشكل أحدهم علي فيقول هناك في التراث الإسلامي إشارة على أن يكون هناك تعديم للطفل أن يضرب لكن لا يصل إلى حد الإحمرار أنا أتفق في هذا الطرح لكن ليه مسمى آخر هناك شيء اسمه أصول التأديب أصول التأديب أول ما نبدأ في عملية التأديب بالعقل والعقل يتم من خلال المناقشة والحوار وإيجاد المسببات هذه ممكن أن تحل مشكلة معينة عملية الضربة التي أشار لها التراث الإسلامي على أنه تأديبي لا يترك أثراً إحمراراً أو غيره أنا شخصياً لا أدعيها أنه ضمن الضرب على أنه مقدمة لحصول ضرب أكبر لم يقم به الإسلام إذن هو إشارة على أن هذه العملية الضرب الخفيفة التأديبية هي إشارة يا بني لأن هناك قد تكون قوة أكبر بذلك تلجأ معك فعليك أن تبتعد وكأنه إنذار أصفر لك لكني لن أريك الإنذار الأحمر لأن تشريع السماو لم يشر إلى ذلك إذن هناك جانب تشريع في عملية الضرب التأديبي الذي هو غير مبرح وكثير من عوائلنا تسلكه لكن الأصح هو عملية الحوار والتبادل المعرفي بين وبين الأبناء هذا عنصر أساسي في حصول عملية بر الأمان لأبناء وشكراً جزيلاً إذن مشاهدين الكرام بين الواقع المر اللي شفناه بهذا المشهد وبين تعليق العرف ورأي العلم بهذا الأمر خلونا نشوف شنو قالوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بموضوع ضرب الأطفال وتأديبهم قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة وفرقوا بينهم في المضاجع والإمام علي عليه السلام دائماً كان يوصي ابن الإمام الحسن عليه السلام وحدة من هذه الوصايا وصى حول ضرب الأطفال قال له أن العاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب وورد عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عندما شكى له بعضهم ابناً له فقال له الإمام لا تضربه وهجره ولا تطل يعني من تزعله إياه متعيفة يوم يومياً ثلاثة آم بل خلي الزعل ثلاث ساعات ساعتين على مد شوية ربه وقبل أن نختم ها نحن وإياكم نتذكر تلك الضربات التي ألمت بوجه النبوة والإمامة عندما أذى أقدر الخلق متجاسراً سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها فنطلق الدعوة إلى أن يكون ضرب الأبناء بشرطه وشروطه للتأديب لا لغيره والتقليل منه كرامة للتي ماتت شهيدة بالضرب وللختام كلمة نلخص بها ما تقدم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم يغفر لكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر